حرم يجمع كليات موزعة حاليا في مناطق ومحافظات البلاد بمدينة صباح السالم الجامعية الفشدادية يحكي إنجازا يسابق الزمن أو شك على الوصول لمراحله الأخيرة المشروع مقسم إلى مراحل كانت مشاريع بنية تحتية ومشاريع مباني وكليات ومباني مساندة المراحل اللي بدأنا فيها طبعا طرحت كل المشاريع على مقاولة المختلفين تسلمت المشاريع اللي ببنية تحتية عندنا مشاريع اللي هي الأنفاق اللي مهمة بالنسبة للتوصيل الخدمات للمباني عندنا محطة خدمات في مراحل النهاية للتسليم عندنا كليات ست كليات في مدينة صباح السالم الجامعية لكلية الهندسة كلية العلوم العلوم الحياتية العلوم الإدارية الأداب والتربية كليات قاعات وتنتظر طلابا في سبتمبر المقبل وأخرى تسلم مفاتيحها لاحقا ليكتمل الحرم بناءا وتشيدا في عندنا ثلاث كليات إضافيات راح في نهاية السنة إن شاء الله لها كليات الشريعة والحقوق والعلوم الاجتماعية وفيه كليات مستحدثة اللي عمارة والعلوم الهندسة العسوب هذي اللي في مراحل لاحق راح تكون راح تسلم هذه السنة إن شاء الله ست كليات كل كلية مبنيين مبنى للطلاب ومبنى للطالبات عندنا بنية تحتية اللي هي المواقف مواقف عدد أدوار وملاجئ وأنفاق ومحطات خدمات هم خلال هذه السنة إن شاء الله راح تسلم ثماني سنوات والعمل يتواصل لتنفيذ هكذا بنيان شيد ليحقق حلم طالب ورؤية وطن لكويت جديدة صرح تعليمي شامخ في وطن الكويت بدأ تنفيذه في عام 2011 ومتوقع الانتهاء منه في قضون عام 2020 بمساحة تقدر 6 مليون متر مربع ليكون الأكبر في المنطقة أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس